الليمون والنشا وصفة اقتصادية ونتيجها في عالمية في المية لو عندك سوات في وجهك عندك بقع من قصار الشمس هتفتح بشرتك جدا هتشلك اي سوات وبقع في بشرتك وصفة رهيبة يا بنات بتشيل اعمق البقع وبتشد الوجه وبتشيل الخطوط اللي في الجابها والتجعيد اللي حوالين الفم كمال لها فعالية رهيبة جدا جدا لتفتيح البشرة وازالة التصبغات الجلدية لبشرة نظرة بطريقة سريعة ورهيبة بالله عليكم لايك للفيديو فضلا وليس امرا للا بينا حبايب قلب بابا لكيت واهلا بخوتي وحبايب بي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات صحرية مع ميا النهاردة بقى حبيبت قلبي جايبالك وصفة سهلة جدا اقتصادية جدا نتيجها رهيبة هتشلك اعمق التجعيد ان شاء الله هتشد وجهك هتفتح بشرتك جدا وبتشيل تصبغات الجلدية وبتشيل البقع الجمدة جدا جدا في البشرة بتشلك كمان لو عند الكلف او نمش بتبدأ انها تشيله لها فعالية حلوة اوية بنات لازالة الهالات السودة تنفع لجميع البشرات الحساسة البشرة الجفة البشرة الدهنية تنفع لجميع البشرات ان شاء الله هتعجبك وان شاء الله انا تهيجي هتشوفيها بعنيكي من اول استخدام قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الاحمر وادفع علي الجرس عشان يوصل لك كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس اعمل عايز اقول حاجة بسيطة لازم لازم نعمل دلوقتي تنظيف للبشرة من الاعماق قبل ما نفتح ونشيل التجعيد فهعمل معاكو دلوقتي مقشر هيخسل بشرتك غسل هيخلي بشرتك ناضرة وان شاء الله هيشلك اي جلد ميت واي وكمان حلو جدا للمسام الواسعة بصوا بها حبايب قلبي المقشر ده رهيب يمكن تكوني انت اول مرة تستعمليه او اول مرة تجربه تمام لان المقشر ده جديد جدا ورهيب قوي واحلى حاجة فيه زي ما قلت بينفع لجميع البشرات حتى البشرة الحساسة بتقدر تستخدم المقشر ده حتى البشرة الدهنية واول مكون في المقشر بتاعي ده مكون رهيب بيخسل البشرة من الاعماق بيفتح البشرة وبيزلك الجلد الميت بيعالجلك المسام الواسعة كمان بيزلك الرؤوس السودة وهقولك على الطريقة وانت بتقشري بشرتك علشان تشيلي كمان لو عندك رؤوس سودة المكون ده هو الرز المطحون هتجيبي رز اي رز عندك وهتبدأ ان انت تخسليه كويس قوي علشان تنظفيه ما يكونش فيه اي اتربة بعد كده هتنشفيه خالص بعد ما تنشفيه هتبدأ تطحنيه بالشكل ده زي ما انت شايفة كده الرز نتائجه رهيبة في التأشير والتفتيح ومناسب لجميع انواع البشرة هبدأ اخد من الرز المطحون بتاعي ده معلقة كبيرة تمام؟ من الرز المطحون بتطحنيه في البيت عادي الرز بتاكل عادي بس اهم حاجة زي ما قلت بتخسليه وبتنشفيه وبتطحنيه وبتسيشي ليه عندك في علبة بتستخدميه هبدأ اخد برضو المكون السحري ده اللي ليه فعالية حلوة جدا لتأشير البشرة وازالة الجلد الميت وهو السكر وطبعا يفضل يكون سكر خشن هبدأ ان انا اقلبه مع بعض السكر مع الرز المطحون بالشكل ده خلي بالك المقشر ده مهم جدا قبل الوصفة الاساسية لانه زي ما قلتلك بيخسل بشرتك وبيشلك اي 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 او ساخ في بشرتك او لو عندك جلد ميت بيشلهولك تماما هبدأ اخد ادي معلقة اتنين معلقتين من المية السخنة معلقتين من المية السخنة وهبدأ ان انا اقلب المية السخنة بتاعتي مع السكر ومع الرز المطحون بالشكل ده المية دي انا عايزيها تبقى سخنة علشان طبعا ما تلسعش بشرتك هي تبقى سخنة يعني 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 بشرتك تستحملها بس من غير طبعا ما تلسع بشرتك تمام انا عايزة المكونات دي تبدأي تاخدي منها كده اهو تمام وتبدأي تدلكي بشرتك كويس قوي اه بالمكونات دي وكمان عند الرؤوس السوداء بتبدأي تاخدي السكر كده مع الرز المطحون وبتبدأي تدعكي الرؤوس السوداء عندك برفق كويس قوي حوالين الانف تمام بعد كده هتبدأي ان انت تخسلي بشرتك كويس قوي هتعمل المكشر ده مرة واحدة كل 15 يوم او مرة واحدة في الاسبوع رهيب يا بنات لتأشير البشرة بعد ما هتدعكيه على بشرتك هتبدأي تسبيه دقيقة كده وتبدأي تخسلي بشرتك يلا بينا بقى نعمل الوصفة التانية هنبدأ بقى نجيب اشر الليمون اشر الليمون حلو جدا للتفتيح ممتاز جدا جدا لازالة البقع وكمان مناسب للبشرات الحساسة لانه ما بيحسس البشرة خالص فانا مش عايزة غير اشر الليمونة واحدة تمام بنواصر الليمونة بتاعتنا وبناخد القشر بتاعتها وبنخسله كويس قوي بنبدأ ان احنا نقطع كشور الليمون بتاعنا بالشكل ده كده بالشكل ده كده بنقطعه حتات حتات كده بالشكل ده وبنبدأ ان احنا ناخده فيه مطحنة بتاعت الخلاط وبنبدأ ان احنا نفرمه فرمه ناعم جدا هفرمه هرجع لي كده بصي حبيبة قلبي انا فرمت قشرة الليمونة بالشكل ده كده تمام وهبدأ ان انا اخد uh out elle est all & that عليك بصيحها بصي ان شاء الله بإذن الله دعوة خير دعيلي كده دعوة ان شاء الله خير لما تجيب معاك نتيجة وان شاء الله بإذن الله في فضلك انت يارب هتجيب معاك نتيجة حلوة قوي عشان انا مجربوها ان شاء الله هابدأ اجيب بقت ايه علي النشعوع اشرة الليمونة بتاعتي معلقة من الرز المطحون وده بقى حاجة كده خيال لازم تعمليه وتستخدميه في وصفاتك وفي العناية ببشرتك الرز يا بنات من الحاجات الحلوة جدا لتفتيح والتأشير البشرة هنبدأ نقلبهم مع بعض الرز المطحون مع النشا مع اشرة الليمونة وهبدأ بقى ان انا اخد تمام نص ماء نص كباية من المية وابدأ ان انا احطها بالشكل ده كده على الليمون بتاع اشرة الليمون بتاعتي والرز المطحون وينشا وزي ما قلت الوصفة دي تنفع لجميع البشرات هنبدأ نقلبهم بالشكل ده كده مع بعض بحيث ان انا عايزة عايزة الرز المطحون والنشا والمية مع اشرة الليمون يتجنسوا مع بعض بحيث ان هما يدوبوا خالص خالص معايا بالشكل ده بعد ما يدوبوا معايا خالص بالشكل ده كده هبدأ ان انا اخدهم كده هو ماشي وارفحهم على النار تمام هتحطيهم في طوصة عندك او في حلة صغيرة وهتبدأ ان انت ترفعهم على نار هادية جدا مع التقليب المستمر يعني الاقل من دقيقة اول ما تحسي مع التقليب المستمر ان تقل حاجة بسيطة اقفل النار على طول وهوريكي برضو قومها بصي حبيبة قلبي بصي القوام بعمل ازاي انا قفلت عليه على طول ما سبتهاش لما جمدت قوي مني هتلاقي بقى ده اقوى كريم ممكن تشوفيه في حياتك للطبيق بيفتح البشرة جدا هتبدأي تستني بس يعني دقيقة كده بس يبرد خالص علشان ما يلسعش بشرتك بعد ما هيبرد يا حبيبة قلبي هتبدأي تاخدي منه وهتبدأي ان انت تدعاكي بشرتك وتدهنيه على بشرتك كلها تمام؟ بعد ما هتسيبيه على بشرتك بالشكل ده كده على وجهك ويبقى تحط تحت العين عادي امن جدا تحت العينين امن جدا في كل البشرة على الرقب على كل حتة في وجهك كله تمام؟ هتسيبيه على بشرتك بقى حبيبة قلبي لمدة 20 دقيقة في مكان هاوي هتلاقيه نشف جدا على بشرتك بعد ما هينشف هتبدأي تشيريه عن طريق الفرق لو بشرتك يا حبيبة قلبي حساسة يبقى ما تحفركيش او تحكي في بشرتك علشان غلط بس اهم حاجة ان احنا ندلك احنا عايزين نقعد ندلك كده ببشرتنا بالمكونات دي حاجة كده يعني نص دقيقة كده او دقيقة ندلك وبعد كده نسيب تمام؟ هتستخدميه مرة واحدة بس كل اسبوع او مرتين في الاسبوع قطاري منه زي ما انت عايز عايز تستخدميه يوميا استخدميه مالوش اي قدران للبشرة ولا اثار جانبية وينفع لجميع البشرات منتز للتفتيح مهما كانت السمرار في وجهك كمان بيشد التجعيل بشكل سريع ان شاء الله يارب اكون قدرت اعفتكم بالوصفة وان شاء الله تستفادوا منها اشوفكم على خير حبايب قلبي والسلام عليكم